لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقًا أو شقيًا والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا يا رب والمرء من غير دينٍ يا رب لم يسوى في الكون شيئًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من عقيدتنا نتكلم فيها عن دليلٍ آخر من أدلة الإيمان وهو دليل القصد والتقدير وهو دليل الحكمة هذا الدليل الذي تفيض آيات كتاب الله سبحانه وتعالى بالكلام عنه فكتاب الله سبحانه وتعالى يتكلم عن أسرار المخلوقات يتكلم عن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلق كل شيء فالله خلق وهو سبحانه وتعالى جعل لكل خلق حكمة الله سبحانه وتعالى أبدع وضع لنا سبحانه وتعالى عجائب الصنع والحكمة في هذه المخلوقات لذلك العلماء كان يطلقون على هذا الدليل يسموا دليل الحكمة فأكثر الكتب تتكلم عن حكمة الله سبحانه وتعالى كتب كثيرة أُلِّفت عن حكمة الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات كتب كثيرة لعلماء غربيين تكلموا عن أسرار الخلق فوجدوا أن المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها حكم وفيها أسرار وفصلوا هذه الأسرار الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأسرار من أعظم الأدلة على حكمته لأنه الحكيم فعندما نقرأ هذه الأسرار من الذي وضعها؟ الله سبحانه وتعالى عندما ننظر في حكمة الله سبحانه وتعالى نوقن بالحكيم فهو خالق حكيم جعل في كل شيء حكمة الفلاسفة يسمون ذلك العلة الغائية أي أن كل شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يسعى لغاية محددة كل عضو من أعضاء الإنسان يؤدي غاية كل خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يؤدي غاية فهناك هندسة في الكون من كثرة الأنواع والأصناف هندسة في عالم البحار هندسة في عالم المخلوقات الأرضية المخلوقات السماوية الكواكب النجوم هندسة في خلق الإنسان لو نظرنا إلى خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان هناك هندسة عظيمة كل عضو يؤدي عملا من الأعمال وتتكامل هذه الأعمال لذلك هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى فوجود هذه الأشياء بأوصافها ومقاديرها وأنواعها وخصائصها ووظائفها ليست إلا مظهرا من مظاهر التقدير الإلهي لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر أنزل الماء من السماء بقدر الله سبحانه وتعالى خلق المخلوقات على قدر على قدر فكل شيء بثه الله سبحانه وتعالى بثه بقدر محدد فالله سبحانه وتعالى هو فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم كل هذه الأشياء الشمس القمر فالق الإصباح جعل الليل سكن تقدير أي هناك شيء مقدر محدد من الخالق سبحانه وتعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنا كل شيء خلقناه بقدر الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هذا القدر الذي حدده الله سبحانه وتعالى وجعله في الأشياء هذا القدر فيه حكمة لذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يكلمنا عن هذه الحكم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فالله سبحانه وتعالى يبين جعل الأرض مهادا فراشا مهيئا للإنسان وجعل الجبال أوتادا هذه الجبال الراسخة الراسية في الأرض التي تمتد جذورها هذه أوتاد في الأرض تحفظ الأرض وتحفظ التوازن عليها وخلقناكم أزواجا أصنافا وأنواعا وجعلنا نومكم سباتا آية من آيات الله سبحانه وتعالى في نوم الإنسان في السبات في الراحة في الطمأنينة في السكون في الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا الإنسان كلما ازداد معرفة وعلما ازداد معرفة بدقة الصنع والإتقان في خلق الله سبحانه وتعالى الكون يبلغ في الضخام مبلغا يذهل العقل إذا نظر الإنسان إلى اتساع هذا الكون كيف بدأ صغيرا ثم توسع وقدره الله سبحانه وتعالى وتعالى اليوم كيف يقيسون المسافات لندرك عظمة الخلق والتقدير من الله سبحانه وتعالى اليوم يتكلمون عن السنة الضوئية أي المسافات بين الكواكب وبين الأرض بين المجرات وبين الأرض لا تقاس بالكيلومتر ولا بمئات الآلاف من الكيلومترات وإنما تقاس بالسنة الضوئية ماذا تعني السنة الضوئية في الثانية الواحدة 300 ألف كيلومتر يقطع الضوء في ثانية واحدة إذا أردنا أن نعرف السنة الضوئية كم تساوي 300 300 ألف كيلومتر في الثانية تضرب ب60 من أجل أن تكون هناك دقيقة ثم ب60 من أجل أن تكون هناك ساعة ثم بـ 24 من أجل أن يكون هناك يوم ثم بـ 360 حتى تكون سنة ضوئية رقم كبير جدا جدا عظمة الكون فالإنسان كلما تعمق في أسرار الكون أدرك حكمة الله سبحانه وتعالى وتقدير الله لهذا الكون هذا الكون لم يوجد عبثا الله سبحانه وتعالى أوجده لغاية ووجده بقصد وبإعادة وهذا معنى أن الدليل على الله سبحانه وتعالى أن كل شيء له قصد كل شيء وجد لغاية وجد لحكمة كي لا يخطئ الإنسان وينسب الأشياء لغير خالقها ينظر للكون فيعود ذلك إلى الطبيعة ينظر إلى المخلوقات فيتكلم على أنها وجدت بدون غاية وبدون حكمة من أجل أن لا يخطئ عقل الإنسان فالله سبحانه وتعالى جعل حكمة في كل شيء والقرآن ينبه هذا العقل اقرأ آيات الله سبحانه وتعالى انظر في الآيات الكونية تأمل في عجائب صنع الله سبحانه وتعالى كي لا نفسر تفسيرا طبيعيا تفسيرا ماديا تفسيرا آليا لا يمكن أن توجد هذه الأشياء من نفسها ولا يمكن أن توجد وتوضع فيها هذه الأشياء دون أن يكون هناك حكيم قدر لها هذا القدر وأعطاها هذه المهمة وهذه الغاية لخدمة الإنسان الله سبحانه وتعالى يبين لنا من عجائب حكمته وتقديره وخلقه من خلال النباتات المختلفة فيقول سبحانه وتعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون القرآن يعدد لنا ويبين لنا الاختلاف بين هذه المخلوقات وبين هذه النباتات ثم يبين لنا أنها تسقى بماء واحد تسقى بماء واحد هي التربة نفسها البيئة نفسها ومع ذلك هذا الاختلاف فيخرج من الأرض الحلو والمع والحامض الأشكال المختلفة الخضروات الفواكه النخيل الأعناب دون ظرنا هل يمكن للقانون المادي أن يفسر ذلك هل يمكن أن يكون شيء آليا ميكانيكيا لما اختلفت هذه الأصناف تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فالإنسان ينظر في هذه القطعة الأرضية الواحدة قطعة من أرض فيها أنواع مختلفة تخرج من التربة تسقى بماء واحد ثم نفضل بعضها على بعض في الأكل فظاهرة الاختلاف تقع لو نظرنا كان ممكن يقول الإنسان طالما الأرض واحدة والهواء واحد والشمس واحدة لابد أن يخرج نوع واحد لكن انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يخرج من الأشياء المتساوية المتفقة أشياء مختلفة فالله سبحانه وتعالى قدر هذه الأشياء الإمام الشافع رحمه الله وهو يتكلم عن هذا الاختلاف وهذا التقدير الإلهي طرب مثلا بسيطا من خلال ورقة التوت فبيّن أن ورقة التوت واحدة ولكن يأكلها الدود دود القز فيخرجها حغيرا ويأكلها الضبي فتكون مسكا ويأكلها الحيوان الشات فتكون لبنا سائغا ويشمها النحل فتكون عسلا طيبا لذيذا ورقة واحدة كل نوع من هذه الحشرات أو الحيوانات يتناولها النتيجة ما هي؟ هي نفس الورقة تخرج عسلا مسكا لبنا سائغا فإذا نوع واحد ولكن كيف قدر الله سبحانه وتعالى كيف تغيرت هذه الورقة فتحولت إلى المسك وإلى العسل وتحولت إلى اللبن السائغ وتحولت إلى الحرير الذي يلبس هذا معنى تقدير الله سبحانه وتعالى للأشياء القرآن لا يكتفي بتوجيه الإنسان إلى النظر في الكون وإنما يريد أن ينظر كذلك في نفسه ليرى عجائب الإبداع والخلق والتقدير من الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون لا يكتفي بالإنسان ينظر إلى هذا الاختلاف وهذا التنوع وهذا التقدير فقط في الجانب في الجانب الروحي أو الجانب النفسي وإنما هناك اختلافات في الجانب الجسدي هذه الاختلافات لو نظرنا إليها كل عضو يؤدي مهمة من المهمات اختلاف بين المخلوقات بين الأجناس اختلافات بين الجنس الواحد اختلافات بين التوأمين الاختلافات عامة البشر بين الذكر وبين الأنثى بين الجنس الواحد بين الإنسان والإنسان الآخر هناك اختلافات ليست هناك صورة طبق الأصل ليس هناك نسخ ميكانيكي آلي وإنما هناك اختلافات إلهية جعل الله سبحانه وتعالى كل إنسان يتميز بصفات ويتميز بأفعال ويتميز بجسده ويختلف عن غيره بصفات ما هذه الصفات؟ عدد العلماء أنواع كثيرة من هذه الصفات من هذه الصفات بصمات الأصابع مختلفة العجيب هذا إنسان وهذا إنسان ولكن لو جئنا إلى بصمة اليد مختلفة بين فلان وبين فلان بين الأخوين مختلفة لذلك اليوم من أجل تأكيد هوية الإنسان يضع بصمة اليد مختلفة بين التوأمين من بطن واحدة من بويضة واحدة ومع ذلك هناك اختلاف بين هذا الطفل وبين هذا الطفل التوأمان اختلاف في شحمة الأذن كل إنسان يختلف عن الأخر في شحمة الأذن هذا تقدير تقدير إلهي جعل الاختلاف بين المتساويين هذا بشر وهذا بشر هذا مخلوق وهذا مخلوق هذا ذكر وهذا ذكره لكن كل واحد اتميز بجانب من حيث شحمة الأذن ذبذبات صوت الإنسان كل إنسان يختلف عن الإنسان الآخر حدقة العين هناك تقدير وهناك اختلاف في حدقة العين لذلك اليوم تأخذ البصمة عن طريق حدقة العين وضع الأسنان تكوين الجلد دقة العظام خلايا الأنسجة فإذا هناك اختلافات في خلق الإنسان وهناك اختلافات بين التوأم الواحد لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الاختلافات آية من آياته قال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم هذا لون وهذا نوع اختلاف الألسن واختلاف الألوان هذا تقدير إلهي واختلاف ألسنتكم وألوانكم سؤل الإمام الشافعي عن دليل على الله سبحانه وتعالى فقال اختلاف الألوان واختلاف الأصوات فاختلاف الألوان واختلاف الأصوات دليل من أدلة التقدير الإلهي فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر الأشياء وقدر المخلوقات وجعل لكل شيء حكمة فما على الإنسان إلا أن يتأمل لا يمكن للعقل البشر أن يقف وهو يدخل إلى مكان فيجد مظاهر الحكمة فيه فيقول من وضع هذا ومن الذي نظمه فيقال له فلان وفلان ثم يغفل عن كل هذه المظاهر في المخلوقات في الكون الواسع العجيب لا يمكن للإنسان أن يتعجب من صنع آلة بسيطة الساعة أو الكمبيوتر فيجد كل جزء من هذه الأجزاء يؤدي وظيفة يؤدي عملا ممكن يختل العمل لو شلنا جزءا من هذه الأجزاء نأتي إلى جهاز نحمل منه قطعة واحدة فالجهاز لا يعمل هذا على مستوى شيء خلق بسيط آلة بسيطة الكون كله مليء لذلك الكون هذا عالم مليء بالحكم الإلهية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصعنا بذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين